السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات بالنسبة للقسم التمريض وقسم التحليلات المرضية في كلية الطوص الجامعة هذه المحاضرة الثالثة عن الفايتال سانس والجزء الثاني من عدها واليوم راح نكمل وياكم الجزء الثاني من عدها اللي هو البالز فاحنا بالجزء الاول من العلامات الحيوية الفايتال ساينس اخذنا الحرارة واليوم راح نكمل الجزء الثاني اللي هو البالز وهو القوة المسلطة على جدران الشرايين واللي تنتج نتيجة حدود ضربة في القلب واللي تستمر لمدة دقيقة واحدة وهاي تكون عند الشخص البالغ من 60 الى 100 ضربة بالدقيقة طبعا وهي بها احوال غير اعتيادية مثلا اذا كانت اقل من 60 ضربة بالدقيقة تعتبر تباطئ بنبضات القلب واذا كانت اكثر من 100 ضربة بالدقيقة تعتبر تسارع بضربات القلب طبعا النبض الى اماكن انقيس منعتها بالنسبة للمكان الاول اللي هو بالرقبة والمكان الثاني اللي هو بقمة القلب والمكان الثالث اللي هو بالعضد والمكان الرابع اللي هو بالرسغ والمكان الخامس اللي هو بالفخذ والمكان السادس اللي هو خلف الرقبة والمكان السابع اللي هو بجانب الكاحل طبعاً أكو عوامل تأثر على النبض تزيد من سرعة النبض هي التمارين الرياضية المؤثرات أو المشاعر القوية اللي تكون مثل الغضب، الخوف، الضحك، الحماس أو الحمى أيضاً تزيد من ضربات القلب وأيضاً الألم وحالات الصدمة وحالات النزف يوجد عوامل أيضاً تقلل من ضربات القلب واللي هي النوم والراحة والكآبة وبعض الأدوية مثل المورذين وبالنسبة للرياضيين عندما يقومون بممارسة الرياضة أثناء ممارسة الرياضة تكون ضربات القلب سريعة لكن أثناء فترة الراحة مالتهم تكون ضربات القلب أقل من 60 ضربة بالدقيقة أكو أشياء لازم ننتبه عليها بالنبض اللي هي المعدل، النسق مالتا يعني النظامية والقوة مال النبض الأشياء اللي يلاحظها بقوة النبض أنه يكون ضعيف أو متسارع يعني أو قوي هنا طبعاً التكنيك بالنسبة لعملية قياس النبض البروسيجر الخاص بعملية قياس النبض والبروسيجر الخاص بعملية قياس التنفس الموضوع الثالث اللي رح نتطرق له بالفايتال ساينز رح نطبقها بنهاية المحاضرة رح ناخذ التنفس التنفس هو استنشاق الأوكسجين بعملية الشهيق وإخراج ثاني أوكسيد الكاربون بعملية الزفير وطبعاً هو عند الشخص البالغ من 16 إلى 20 مرة في الدقيقة أيضاً هناك أشياء يجب علينا أن ننتبه عليها بعملية التنفس أيضاً أنه يكون التنفس هادئ ويكون بدون جهد ويكون نظامي ويكون يعني ذو نسق معين وذو معدل معين والعمق مالتي يكون طبيعي بالإضافة أنه يكون غير مصحوب بعدم الراحة إذا كان الشخص مثلاً أو لا يعتمد على وضعية الشخص سواء كان جالس أو واقف يعني يكون طبيعي بأي وضع من أوضاع الشخص بحالة الوقوف أو الجلوس ويكون غير مصاحب بأصوات ويكون غير مصاحب بألوان تظهر على الشفتين أو الأظافر أو تعابير الوجه يعني زرقاق أو عدم راحة وغيرها فهذه الأشياء العوام يعني العلامات الطبيعية التي يجب أن تكون مرافقة للتنفس التنفس طبعاً أكون اللي هو التنفس الغير طبيعي واللي هو مثلاً إذا كان مصحوب بجهد إذا كان التنفس ما يتم إلا بحالة وقوف أو جلوس يعني إنه الشخص نايم ما يقدر يتنفس يعني صعوبة بالتنفس إذا كان التنفس مصحوب بصوت شخير مثلاً إذا كان ناتج عن انسداء جزئي بالقنوات التنفسية إذا كان الشخص يتنفس وهو يستخدم عضلات بطمة فهذا يعتبر أيضاً تنفس غير طبيعي إذا كان الشخص يتنفس مع وجود ألم إذا كان الشخص يتنفس أكثر من 24 مرة بالدقيقة إذا كان الشخص يتنفس أقل من 10 مرة بالدقيقة إذا غاب التنفس نهائياً أيضاً تعتبر حالة غير طبيعية وأيضاً أكو حالة يسموها تشايني ستوك واللي هي التنفس يكون غير طبيعي زيادة بالعمق وزيادة بالمعدل وبنفس الوقت يصبح سطحي وبطيء طبعاً أثناء قياس عملية التنفس إذا طبعاً أثناء قياس عملية التنفس إحنا رح نطبق عدة عمليات وياها إحنا لما نقيس الحرارة نقيس التنفس معاها ونقيس النبض معاها بطريقة بدون ما يشعر المريض بها وإذا هاي طبعاً الخطوات رح نطبق لكم إياها بنهاية المحاضرة أعزاء الطلاب طبعاً إحنا نستأنف محاضرتنا واللي هي التطبيق العملي للبروسيجر الخاص أو العملية والخطوات الخاصة لعملية كيف نقيس النبض والتنفس طبعاً إحنا قلنا سابقاً إنه العلامات الحيوية يجب أن تقاس معاً طبعاً أكو قواعد أساسية يجب علينا أنه نلتزم بيها وهي أنه غسل اليدين هو أولاً وأخيراً وارتداء الجلوفز وقلنا نتأكد أنه المريض نالتنا هو نفس الشخص وليس شخص آخر من خلال الشريط الموجود على الذراع أو من خلال التكلم مع المريض وسؤالي عن هذا أنه نفس الشخص وليس شخص آخر عن شخصيته يعني سئلة فطبعاً إحنا هاي الأشياء قواعد ضرورية أنه بكل بروسجر أو عملية مريضية نقوم بيها نعمل هذا الشيء طبعاً بالإضافة للتوثيق أنه إحنا الطبلة مالتنا والفايل مال المريض موجود عندنا وكل المعلومات المذكورة سواء اسم المريض ومعلوماته وعمره وكل المعلومات المذكورة عن المريض موجودة طبلة المريض فإحنا طبعاً بالمحاضرة السابقة التي كانت البارت الأول قسنا الحرارة فإحنا طبعاً عرفنا أنه الحرارة نستخرج المحرار من إناء المحارير النظيفة طبعاً وتكون طريقة المسح من أسفل إلى علاو بطريقة دائرية لأنه المنطقة الأقل تلوث إلى المنطقة الأكثر تلوث وإحنا طبعاً طبقنا الحرارة بالمحاضرة السابقة أنه كل عملية نقوم بها لازم نشرحها للمريض يعني استحنا لما راح نقدم هذا البروسيجر للمريض اللي هو عملية قياس الحرارة والنبض والتنفس لازم احنا منطي فكرة شنو فعدت هذا البروسيجر الى وشلون راح نؤدي لهيا شنو ضرورة هذا البروسيجر الى مع التوثيق فاحنا طبعا لما نجي نقيس التنفس والنبض المفروضة هنا عندنا ساعة يعني بها ثواني زين فالساعة مثلا تبدي عد رقم اصنعش ولازم تنتهي عد رقم اصنعش او اي رقم تبدي به لازم تنتهي عدنا يعني القياس هو لمدة دقيقة واحدة فاني طبعا النبض هو عدة اماكن الى وشرحناها فاني المكان المعتاد بقياس النبض هو منطقة الرسق زين فهذه المنطقة اللي اقيس من خلالها النبض يعني بامتداد الابهام باصابيع الثلاث والابهام بامتداد ابهام المريض وليس ابهامي يعني الممرضة فزين وابهامي يعني راح يكون يعني على ظاهر ايده واصابيع الثلاث تكون على باطن اليد ما للمريض زين بطريقة انه اكون اني يعني ما اسبب لي انه الاذى يعني بطريقة يعني معتدلة المرونة وليس طريقة ضاغطة فاتحسس النبض لمدة نص دقيقة اذا كان النبض منتظم ولمدة دقيقة اذا كان غير منتظم وابدي احسبه وبوقتها راح اذا كان الشخص مثلا يعاني من امراض قلبية او امراض معينة تسبب يعني الطرابات بعملية النبض قلنا لمدة دقيقة واحد واذا كان الشخص يعني ما عنده مشكلة ممكن لمدة نصف دقيقة فاني مثلا انقصة النبض ما اشيي ايدي ووقف عملية قياس النبض حتى اذا اني وثقتها بيني وبين نفسي وتأكدت منعتها اش قد تشانت اني ابقى اقصة للتنفس والتنفس قلنا هي عملية الشهيق وعمليات الزفير تعتبر مرة واحدة بدون ما أخلي المريض ينتبه يعني أحسب لعدد مرات التنفس يعني أنظر الصدرة وأنظر الكفة بنفس الوقت وأنظر للمحرار وكأنما أنا دا أدي العمليات التمريضية السابقة بدون ما أشعر أنه أنا دا قيس للتنفس لأنه عملية التنفس صحيح هي عملية لا إرادية لكن المريض بنفس الوقت يقدر يتحكم بيها ويغير بيها فأيضا طبعا عملية التنفس إذا كان المريض ما عنده مشكلة قيس للتنفس لمدة نصف دقيقة بس إذا كان المرض يعاني من أمراض تنفسية أو أمراض قلبية لا بوقتها قيس لعملية التنفس لدقيقة كاملة زين فهي آني طبعا قسط الحرارة لمدة خمس دقاق عن طريق الفم قسط التنفس لمدة دقيقة أو نصف دقيقة عن طريق يعني عن طريق مشاهدتنا للقفص الصدري وقسط النبض عن طريق مفصل الرسغ بهاي المنطقة زين وآني طبعا وثقتهم بيني وبين نفسي وجه أوثقهم بالطبلمة للمريض وهي هاي طلاب عملية قياس العلامات الحيوية بالنسبة للنبض والتنفس والحرارة لهذا اليوم تنتهي محاضرتنا واللي هي الجزء الثاني من العلامات الحيوية أتمنى أنه تكونون استفادية ومنعدها وإن شاء الله إذا عندكم أسئلة طبعا نتواصل آن وياكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة بياناتنا وشكرا جزيلا لكم ولأصغاءكم اشتركوا في القناة